افكار وحية البسيطة هتسهل علينا كتير وقفتنا في المطبخ وتوفر علينا وقت ومجهود وكمان فلوس اهلا بيكم ونادي كل الستات معيكم مارو وحمد الاول مرة يشوف قناتنا ياريت ينورنا باشتراكه ويفعل الجرس عشان ينوصلوا كل جديد وما تنسوش لايك للفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد واغفر اللهم لابي وامة وامات المسلمين اجمعين اول فكرة معنا هي بلط السيراميك كلنا عندنا سيراميك زيادة متبقي وركنينه هنا ولا هنا السيراميك الزيادة ديت هنستخدمها بدل البلانشا او بدل القطاعة انت كمان ممكن تخصصي منهم واحدة للخضار واحدة لللحمة فكرة تستحق اللايك تاني فكرة معنا ممكن تحطي بسكت جنبك وانت بتنظفي الخضار تحط فيه مباشرة او تعالي حاجة والفكرة الاسهل والاوفر ان احنا تحت البلانشا بتاعت التقطيع هنسبت كيز بلاستيك مهما كان اللي بتقطعيه ولا بتنظفيه بعد ما تخلصيه بسهولة جدا هتروحي زيحة الكمية كلها بتاعت القشر والمخلفات ديت على الكيس البلاستيك فكرة مش هتاخد مننا ثواني وهتوفر علينا وقت ومجهود وهتساعدنا ان احنا نحافظ على المطبخ بتاعنا نظيف على طول فكرة بسيطة خالص وتستحق لايك نشوف الفكرة اللي معانا بعد كده توعد مش هوصيك وانت معا بتابعي معانا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم الفكرة اللي معانا بعد كده البكتات بتاعت شاي بتاعت ينسون اي بكت بنجي نحطه بتلاقي الفتلة بتاعته بتطيره وتنزل جوه كوباية واحنا بنصب الماء اهي وقعت اهي من دلوقتي بتستعد هنعمل فكرة بسيطة جدا هندخلها في اليد بتاعت المج لفة واحدة بس كده كده هتضمن ان هي مش هتهرب مني نصب عليها الماء السخنة واستمتعي بقى بالمشروب بتاعك من غير ما الفتلة بتاعتك تهرب بقى الفهنة جوه ساقة وعايزين نشرب حاجات كتير تدفينا يلا نشوف الفكرة اللي بعد كده بيبقى عندنا ساعات المقص بيبقى تلم مش عايز يقصه كويس او السكينة كمان هنعمل ايه بالنسبة للمقص في فكرتين الفكرة الاولانية ان انت تقص بيه سلك المواعين سلك المواعين النعم قطعة صغيرة كده كده انت هتحتاجيها قص كل قطعة كده لوحدها الفكرة ديت بتخلي المقص بيرجح كأنه زي الجديد بالظبط طيب لو انت ما بتستخدميش سلك المواعين ممكن تستبدلي بايه ممكن تستبدليها باي طبق فويل قديم او اي قطعة فويل قطعيها على قد ما تقدري كل ما قطعتيها اكتر كل ما المقص بتاعك بقى حامي اكتر الفكرة متجربة وحلوة جدا بعد كده تسكينة ستجين مز وهنعمل نفس الحركة دي معالش على الصوت هتعملي عدد سجير جدا جيد لو السكتين بتاعتك مش حامية مش بتقصع كويس السكينة الحامية دي بتوفر علينا وقت ومجد كتير او في البت اي مفج سيني او خنجال وهتعملي عليه كده هتلاقي السكينة اللي معت معاك والحد بتاعها بقى قوي وبقت حامية اكتر بكتير فكرة حلوة وتستحق اللايك بعد كده المنتجات اللي زي كده اللي في الانبيب بتيجي تستخدميها تلاقيها بفترة خلاص مش بتنازل بيكون فيها كمية قليلة ومش عارفة توصلي لها كويس افضل حاجة ان انا اقطع الانبوبة بتاعتي كده نصين وبقيت المادة اللي فيها هدخلها كده ودخل الجزء التاني العلوي اللي بقى فاضي تماما في الانبوبة بالشكل ده وكده بقى عندي العلبة ميني سغنمة واستخدم المنتج بتاعي لاخر سانية ما تخلهمش يتحكوا علينا ويخلونا نشتري المنتجات من اول وجديد الفكرة اللي بعد كده باستخدم فيها اطباق الحلويات الاطباق المستطيلة ديت بتوفر علي مكان في الفريزر خاصة لو عايز اعمل اكياس كلها نفس الحجم ويكون كلها زي ما انت شايفة كده مفروضة ما فيهاش اي كسرات بتساعدني ان انا اقطع منها بكل سهولة سواء كانت اطباق الحلواني او حتى اطباق الفيل بتفرق معايا جدا جدا الفكرة دي ان كله مقاس واحد ويضبك انا بحتاجهم طباقين تلاتة وبعد كده بروح شايلها الحاجة وحطها فوق بعضها الفكرة دي من الافكار الجميلة وتنفع كمان في تفرزات بتاعت الكفتة طيب لو عندي بقى طباق تاني كده من اطباق المطورة هحافظ على نظافة ضلفة المطبخ بتاعت النهية زيت وهتسهل علي ان انا اجيب كل حاجة بمنتقى سهولة الفكرة دي اسمع الليزبلان اللي الطباق الكسلان هحط الحاجة بتاعتي عليها ويحطها في الضلفة وكل اللي محتاجي منه لفة بسيطة هلف الطباق واخد المنتج اللي انا عايزاه بكل سهولة مش هفضل بقى شب ولا وراء ولا قدام ولا اي حاجة خالص غير ان هي حفزتلي على نظافة الضلفة بتاعتي ممكن احطوهم على الترابيزة برا وممكن احطوهم في رف المطبخ يلا نشوف الفكرة اللي بعدي كده الفكرة اللي بعدي كده ملقى كياس الجهزة بتاعت التفرزات زي كيس الجبنة المتزرلة او كيس البطاطس الفارم فريتس ما تقطعيش الكيس للاخر وما تفضيهوش في علبة هنقطع الكيس بالشكل ده ونسيب حتة صغيرة ونلف منها ونربط كده ربطنا الكيس واحتفظنا ببقية المنتج بتاعنا موجود ونضيف ومقفول باحكام هتحطيها يبقى شكله كده مظبوط معاك وتقدرك كمانت كده توفري مع ساحة في الفريزر بتاعك اتمنى اللي افكار بتاعت النهاردة تكون عجبتكم فكرتكم كدير باللايك يا رب ما تنسوهوش زي كل مرة واستنونا في فيديو تاني ونادي كل الستات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر